زي ما بتعرف هو بال2017 صار فيه قانون جديد عملة هيئة أوراق المالية عملة قانون جديد اللي هو بيسمح للشركات أو البروكرز أو شركات الوساطة المالية تعمل الفوركس أو تفتح أسواق الفوركس اللي هي التداوب لعملات والدهاب والنفط وكذا بداية نستاذ منحب يعني تعرفنا شوي عن الأكاديمية وعن حضرتك وتحط الجمهور والمشاهدين عم بيشاهدونا الآن في صورة هذه الأكاديمية ما هي؟ تمام الأكاديمية الأردنية البريطانية للتدريب على التداول هي إيزي تريدر أردن هي أولى الشركات اللي متخصصة بالتدريب على التداول بالفوركس زي ما بتعرف هو بال2017 صار فيه قانون جديد عملة هيئة أوراق المالية عملة قانون جديد اللي هو بيسمح للشركات أو البروكرز أو شركات الوساطة المالية تعمل الفوركس أو تفتح أسواق الفوركس اللي هي التداوب لعملات والدهاب والنفط وكذا من هذا الباب صار القانون منظم أكثر صار فيه قانون تستند عليه صار فيه مظلة قانونية من هذا الباب إحنا بإيزي تريدر شفنا واجبنا أنه لازم نفتح أكاديمية لتدريب الناس كونه إحنا منشوفها التداول منشوفه كمهنة وليس كهواية أو لي مش لتضيع وقت الفراغ أو إذا واحد ما عنده إشي يتسلى بالفوركس فهي مهنة بحد ذاتها وهاي إحنا دورنا كإيزي تريدر اللي هي ندرب الناس ونواعيهم عن ميزات وأخطار هذا السوق نعم أستاذ محمد يعني حضرتك من 2004 تقريباً بتتداول يعني حكي لنا عن رحلة حضرتك خلال هذه الفترة يعني كثير من الأشخاص بيكون عندهم مخاوف من بدء التداول بيكونوا مش عارفين كيف يبلش ومنسمع كمان يعني كثير من الأخبار مثلاً على السوشيال ميديا وأشياء أحياناً بتكون متناقضة عمل هيك لا ما تعمل هيك فبيصفي للشخص اللي ما عنده خبرة بيخاف من الدخول في هذا المجال فكيف كانت رحلة حضرتك شو بتحكي للأشخاص اللي عم بفكروا أو حابين يدخلوا في هذا المجال سيد الحقيقة اللي بيحط بالميندسيت وبالسايكولوجي وبذهنه إنه هاي مهنة وليست هواية أو ليست سامحني على المصطلح مثلاً مقامرة هذا الزنم رح يصير يطور حاله ورح يصير يتعلم هلأ أساس أي مهنة بالعالم اللي هو التعلم فلازم يكون فيه نظري ولازم يكون فيه عملي ولازم يكون فيه خبرة زي المحامي ما فيه شخص بيقرر يصير محامي رأساً بيفتح مكتب محاماه بده ياخد النظري بعدين بده يتدرب عند زميلة إله أتوقع سنة أو سنتين بعدين بده يأتمل نفسه يدافع عن الناس نفس الإشي بالنسبة للتداول أو بالنسبة للتريديم هلأ الناس مرات بترفض هذا المصطلح كونه فيه عندها كثير ناس من المبتدئين أو بحاول يدخلوا بهذا المجال مستعد يخسر مثال مثلاً خمس تلاف دولار بس مستحيل يتعلم بمئة دولار نعم فكونه بحس السوق هو مساحة للانتصار أو ساحة لإثبات الذات وهذا خطأ هلأ بنسبة لأيلي من 2004 كل تريدر بروفيشنال بدأ كمبتدئ يعني أنا أول ما بديت ما كنت أعرف شو أساوي كنت معتقد اللي هي السوق هو منطقة لإثبات نفسي بمعنى لما أربح مصاري أحس حالي أن أنا إمبراطور أو أنتصر لما أخسر مصاري يكون فيه اكتئاب أو دخلت فيه اكتئاب وحسيت حالي مثلاً فاشل هلأ شوي شوي لما تمشي بالدنيا وتمشي بالخبرة وتكتسب الخبرة وتلاقي الجهة اللي بتعلمك صح وتدربك وتفرجيك كل إشي تعلمته على أرض الواقع وتكتسب الثقة بالنفس اللي هي أنت بتعرف شو بتساوي يعني أنت عندك ضوابط معينة سواء ضوابط مالية ضوابط إدارية ضوابط مخاطر ضوابط أموال ونفس الإشي انضباط لنفسك نعم كونه يمكن أحكي جملة غريبة أخطر إشي بالتداول على المتداول هو نفسه عشانه كونه هو البشعر بالطمع هو البشعر بالخوف هلأ السوق هو ثابت بس يعني السوق من أول ما فتح الفوريكس أو من أول ما بدأ الأسواق المالية هي ثابت الأسعار بتطلع وتنزل والشغل الثابت الأخرى اللي هي نفسية المتداول اللي هي الخوف والطمع إذا واحد بيقدر يسيطر عليها وإذا واحد بيقدر يدربها ويمشيها زي ما هو بده عشان يستفيد منها هون بيكون بدأ يحقق النجاح وبدأ يكستسب خبرة ويبنيها بخبرته بالتداول نعم 100% أستاذ نتحدث شوي عن التعلم لأنه نحن من معظم مشاهدات نمت تلمي حضرتك تفضلت الناس بتعلموا من كيسهم يعني صحيح بالخبرة ولكنه وجود أكاديمية وجود أشخاص يعلموا نحن مثلا بيجي الواحد بده يبلش بيشوف واحد من أصدقاءه اللي يصلوا قبله شهرين ثلاثة بيعلموا سوي هيك وما تعمل هيك برنا عليه تليفون أشتري أبيع شو أعمل فهاي العشوائية بتخيل في العمل نعم عشوائية صحيح ما رح تودي لمكان محترف فحكي لنا لو سمحت عن عملية التعلم الاحترافية تمام سيد العزيز هو بشكل مجرد 90% من التريدرز حولين العالم بيغسروا مصاري نعم و10% بيقدروا يربحوا مصاري 90% بيشتغلوا على المشاعر أو المشاعر اللي بتوجههم زي ما أنت حكيت أعطيت مثال قبل شوي اللي هي شو أساوي واحد خايف شو أساوي أو شو أشتري شو أبيع هذا المشاعر تبعته اللي بتحكي وليس الانضباط الانضباط قبل ما تاخد أنت أي تريد لازم تكون 100% عارف أنك ضابط نفسك وشايف الصورة الصحيحة نعم هلأ بشكل عام التداول لازم يكون فيه زي ما حكينا قبل شوي اللي هي تدريب نظري أو تتعلم شو بصير نعم وتطبق كل النظري live على الماركت يعني بشكل مباشر هناك كثير شغلات بتكون تنطبق على الهيستوري على الماضي بس لما تشوف تطبقها بالوقت الحالي ما بتزبط فأنت بدأت تدرس نظري صحيح وتشوف تطبيقاته وإثباتاته العملية مباشرة بالسوء فأي واحد بشتغل على السيجنالز أو بده نصائح من الناس طبعا أعتقد ممنوعة بالأردن بس بشكل عام اللي عنده السيجنال أو السيجنال لما تطلع هي عزيزة على المتداول فمستحيل يبيعها أو يعطيها بعشرة دولار وبخمسة دولار زي ما مشوف اشتراكات فلو فيها خير نفعته هلأ الفكرة اللي هي انت بدك تتعلم اطلع السيجنال تبعتك لوحدك التداول هو وجهة نظر وطريقة تفكير وليس استراتيجي الاستراتيجية اللي هي مثلا ممكن بعض التريدرز بشاهدوني يعرفوا المصطلحات اللي بحكي عنها أو حضرتك أكيد اللي هي مثلا زي ماك دي زي موفينج أفريج هدول كلهم استراتيجي لا تشكل خمسة بالمية وعشرة بالمية من التداول التداول هو طريقة تفكير هو اسلوب حياة انت غيرت فرمتة عذرني عن المصطلح فرمتة عقلك ساويته يفكر باسلوب تفهم وتقرأ السوب نعم فهيك بشكل عام فاللي أنا أبدأ أحكيه النصيحة صراحة اللي هي احذر وما ترد على شغلة سيجنالز وسبسكريبشنز وعشرة دولار وعشرين دولار بغض النظر كلها في النهاية الحتمية تبعتها رح تكون من التسعين بالمية اللي حكيهنا عنه التسعين بالمية ممكن تكون أنت تنضم لهم هذا الشهر اللي هنا الخسرانيين عفوا تنضم لهم هذا الشهر أو الشهر القادم أو بعد تلتة شهر أو بعد أسبوع تكون جزء من التسعين بالمية إذا تمشي بهذا مجال السيجنالز والشغلات مختلفة أستاذ لو سمحت حكي لنا شوي عن الأكاديمية يعني أنتوا الأكاديمية الأولى المرخصة في الأردن يعني طبيعة التدريبات المتخصصة اللي بتعطوها احنا متخصصين او احنا اولى الاكاديميات واعتقد احنا الواحدين المتخصصين بالفوريكس احنا من ندرب الناس عنا اكثر من نوعية للكورس في عنا اكثر من لفل اللفل الاول صراحة او day trading course اللي هو متخصص بالتداول الشورت تام هو بيعطي هو الفائدة منه اكثر من strategies هو الفائدة منه اللي هي غير منهاج التفكير تبع لتريدر هلا بتستغرب سيد العزيز اللي هي 80% من التدريب هو نفسي واكثر اكثر من اذا صار واحد زي اتنين ساوي ثلاثة نعم فهو تدريب نفسي فانت بتحضر منحضر للسيدنس تبعونا اللي هي كيف ينظر للسوق مش بصورة انه انا بدي اعمل مصاري بدي اصير مليونير بكرة وبعد بكرة لا احنا زي ما حكينا اللي هي احنا بنشوفه كم هنا المحامي كل ما طور حاله كل ما صار محامي شاطر مش كل محامي شاطرين ولا كل اطباء شاطرين نفسي احنا بنحطه على الطريق الصحيح اللي هي كيف بدي يبني او كيف يطور حاله بهاي المهنة يصير تشكل مصدر دخل لاله زي او زي اي تريدر موجود من العشرة بالمية نعم نعم مية بالمية سيد محمد يعني منتشكرك جزي شكرا على وجودك شرف شرف معنا ومنتمنى لكم التوفيق في الاكاديمية شكرا شكرا جزيلا اهلا شكرا لكم اهلا شكرا لكم شكرا لكم